السيدة مو محمد من القاهرة ايوة حضرتك اتفضل لي فندي اي انا يعني بصراحة عايز اكلم حضرتك لان انا من زمان يعني نفسي اكلم حضرتك مباشر وانا اخذت رقم حضرتك الشخصي من الكنترول وكنت يعني عايزة بقى اتصل بحضرتك في موضوع خاص يشرفني يشرفني اتصل بحضرتك فيعني انا الوقت المتاح حضرتك يعني بعد ساعتين من الهوى ان شاء الله يكون وقت متاح استاذ محمد يتفضل استاذ محمد السلام عليكم استاذ محمد حاجة محمد اهلا وسهلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم والله فضل والله انا عندي سؤالين اول سأل كنت عايزة رقم حضرتك الخاص حضرتك خدي من الكنترول يا فندي ايه ثاني سؤال حضرتك كنت انا ازنبت زمد وطبت عنه ربنا سبحانه وتعالى انا ليه حاس ان انت كلمتيني قبل كده ايو ايو بخصوص الموضوع ده طيب احنا كده احنا كده احنا كده وساعتها قلتلك احنا محتاجين نشوف الوسائسة شوية صح ايو بس حضرتك دلوقتي الموضوع دوت انقلب علي ما نش عارف هل دوت في حاجة بينه بين ربنا ولا ايه لان الناس دلوقتي بيحاربوني دلوقتي ان انا هسيب اكل عيشي وكده انا مش عارف اعمل ايه ولا حاجة انا اقول لك شوية حاجات تعمليها اول حاجة تنوعي مصادر اكل عيشك بلاش تركزي في الحاجة اللي انت فيها بس لان مش معقولة الناس هتفضل تمشي موراكي في كل كل اكل عيشك يعني لو بتبيعي حاجة شوفوا تبيعي حاجة تانية غيرها يعني فكري ان انت تنوعي مصادر اكل عيشك ادي اول حاجة ويمكن الحاجات بقت كتيرة دلوقتي ممكن حتى لو هم بيضايقوكي تعملي صفحة الفيسبوك تعملي اي حاجة تعملي بيع وشرع عبر الانترنت ادي اول حاجة يبقى اول حاجة ما تستسلميش الحاجة التانية ان احنا محتاجين كده ان احنا نروح عشان ناخد بعض الادوية عشان نوقف الحالة اللي احنا فيها دي الحاجة التالتة والمهمة ان انت دلوقتي حاسة بانك انت مظلومة حاسة بانك انت انا عملت الزن بقى وتبت والحمد لله مش هيجيلك الانس غير من جواك انت لازم يبقى فيه انس بينك وبين ربنا لازم كل يوم تاخد جرعة من الخلوة مع الله تكلميه وتحس بمدده وتحس بحنانه وان شاء الله ده هيكون لي اثر كبير على حضرتك معايا الاستاذ احمد يتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشكر والسلام لحضراتكم وفريق العمل وارق الامنيات بادام السداد والتوفيق لحضراتكم وفريق العمل يا رب ان شاء الله تفضل يا صدح مع حضرتكم احمد عروج قرض الجنة بشبرة الخيمة تفضل يا فنت حضرتك اه انا اه مواظب على الصلاوات والله الحمد في موقف الحمد لله الحمد لله رب العالمين ولكن اشعر انني لست في خشوع كما يجب يعني ايه كما يجب يعني اه القشوع القشوع روح الصلاة الى حد ما يعني اه يعني اقول لحضرتك بشعر من عدم الخشوع او مش عدم الخشوع يعني فيه خشوع الحمد لله بس انت بتشعر بعدم الاستحضار في الصلاة ان انت في الصلاة وان ان انت بين يدي الله سبحانه وتعالى في بيحصل لك حالة من حالات ان انت حاسس كأنك ما خرجتش بالصلاة بالمعنى والذوق اللي انت كنت منتظره صح فضيلة فضيلة الاستاذ الدكتور فاهمني جدا جدا لك مني جزيل الشكر طيب خلاص انا اكلم حضرتك دلوقتي حالة انت اعمل ايه استاذ احمد في الحقيقة فيه شوية اجراءات عملية كده بنعملها عشان نسترد شعورنا واستحضارنا للصلاة وفيه حاجات قلبية احنا ممكن نتكلم عنها كمان من الحاجات الاجرائية ان انت لما تيجي تقرأ الفاتحة والصورة اقرأ بتقدي اقرأ وخد نفسك على الرأس كل اه يعني اقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم تاخد نفسك فتهدى خلاص فتهدى ادي اول حاجة حاجة تانية ان انت كن مطمئن في كل جوز من اجزاء الصلاة حاجة تالتة حاول تدعو في السجود التالت حاجات دولة هيكون ليهم اثر كبير جدا وماثر برغ في مسألة الايه مسألة الصلاة حاجة تانية القلبية بقى ارجوك وانت داخل الصلاة ما تدخلش عليها بالهموم ادخل عليها بالشوق خلي كل صلاة لها معنى بينك وبين الله وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك التيسير والخشوع والاستحضار وتكون الصلاة صلة بينك وبين الله بعد الفاصل ألتقيكم عشان نكمل أسئلتكم المباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا الأستاذة هودا أستاذة هودا أهلا وسهلا أهلا وسلام بحضرتك الشيخ تفضل يا فاني أنا عندي مشكلتين دلوقتي ريت حضرتك تحلهم لي حاضر يعني ربنا يعني رزق رزق على الله يا رب واني عم بالله لوقتي أنا مشكلت في جوزي ان هو مقطع والدته والدته هو أه طيب بسبب جوزها دايما يعني بتفضل جوزها على أولادها طيب يعني جوزها دوت اللي هو مش والده أكيد لا لا مش والد طيب السؤال التاني السؤال التاني عندي أختي جوزي فأنت عايزة بالمناسبة السؤال الأولاني أنت عايزة تصلح بينهم يعني عايزة أعرف أنا عليا زنب أنا هو مش متقبل مني كلام خالص طيب وأنا علاقتي بها كويسة جدا أجاوبك الدانية بقى التانية إن معايا أخت جوزي من الأب عايشة معايا مم هي أكبر سنا بتحاول تضايقني أو تبان قدام أخوها كويسة وبتخليني أنا وحشة تمام ودي يتيمة أب وأمه وكل حاجة مالهاش حد فأنا مش عارفة أتعامل معاياها بتحاول إن هي تجعل عجالي أجاوب على حضرتك تعملي معايا تمام السؤال الأولاني أنت معليكي الزنب بس أنت عليكي واجب في فرق أن أنت معليكي الزنب بس عليكي واجب عليكي واجب أن أنت تحاول دايما تكوني أنت زي ما بقوله كده حمامة الرحمة يعني إيه الرحمة أمك اللي أنت بيها بترحم ده هي مشتقالك ده هي أنت بس لو ردت عليك الدنيا هتبقى الجنة وبس لازم نختار الوقت لازم نختار الوقت وطريقة الكلام لأنه هو أصلاً الموضوع بالنسبة له مغلق وهو بالنسبة له في حق أقول لكم حاجة بس عشان الأمهات والأزواج تخلي بالأطفالها وخاصة اللي بيبقى عندها تجربة تانية وده مش معنى كده إن هي لو تطلقت أو جوزها توفى عنها ما تتجاوزت بس أنا لازم أقول لكم كده عشان تفهموا في كتير من أحيين الأولاد بيحسوا إن أمهاتهم خانتهم يعني عارف الخيانة تبقى للزوج لا الإبن بيحس إن أمه خانته لما هي تسيبه وتروح تتجاوز حد تاني فالشعور ده لازم الناس تبقى بترعيه فكون الأم مراعيتش الشعور ده وراحت مزودة المسألة أنا أظن الوجع اللي عندي زوجك محتاج إن هو أنا أقول لك حاجة عايزة زوجك يروح لأمه وهو سعيد وهو مرتاح طبطب عليه حن عليه لما طبطب عليه غدت الإحساس بإنه محتاج حد يرحمه هتعلى فيه وهيعرف قد إيه هو محتاج لأمه الحاجة التانية أختي زوجك بقى اللي هي بتعمله ده حاجة اسمها إيه حاجة بيسمونه كده عربون الإقامة ماء عدم عندكم فلازم الراجل صاحب السلطة أتقرب إليه هي دي طريقة سمجة وبتبين مشكلات في النفوس إن هي إيه اللي حاصل أبين إن أنت حبيبي وخاصة وهي شايفاه عنده مشكلة مع أمه وممكن على فكرة هي تمارس بعض الممارسات اللي تأثر بالسوء على علاقته بأمه ليه؟ زي ما أنت قلت كده دي مش نفس الستفال اللي حاصل ببساطة خالص بتعملي إيه؟ ببساطة خالص ولا أكن أزاهة وتملوكها لزوجك لأن بعض الأحيان بين المحاسين إحنا لازم نكشف الناس على حقيقتهم طول ما أنت بتعملي كده طول ما هي تسجي إليك سيبيها يا ستي تمثل إنها بتحب أخوها ما جايز الحب ده يبقى صادق وجايز أنت كمان تحبيها فبتسأليني أعمل إيه؟ تنشي كل اللي هي بتعمله معاك طب أنا كده بتوجع وإنت كده جاي علي لا أنا معاك أن أنت الحاجات دي في الغالب حاجات صغيرة وأنا لو كنت سألتك تقولي لي حاجات صغيرة بس بتقلم وتوجع إيه اللي حاصل؟ ولقد أمر على السفيه يا سبني فأمر ثم أقول لا يعنيني تعمل اللي هي تعمله مش جوز كويس معاك استمر في ده وخلي دايما علاقتك بجوزك على طول متصل لأنه هو دوت اللي هيدخلك في قوله تعالى ماذا؟ ولا تنسوا الفضل بينكم وهتخليك يعيشة في ظل قوله تعالى وعشرهن بالمعروف إن الحياة بتكون الحياة الزوجية بالمعروف وساعاتها هتحس بالمودة والرحمة لما هو يشوفك بتعملي كده مع أخته اللي هو أكيد عارف تبعها هيحس بقد إيه أنت بنت أصلي وبنت كرم وبتكريب الناس حتى لو كانوا هم مش مناسبين معانا أم حسن أم حسن معانا تاني تفضلي يا أم حسن حسن يا دكتور حضرتك أنا كنت عايزة أوضح لك إنه هو مش وحش يعني هو بيتعالج وبيروح المستشفى وبياخد علاجه هو عنده حاجة اسمها ثناء القطب حاجة زي كده لا ده غير ده بقى لا لا استني بس ده غير ده آه ما أنا كنت عايزة أوضح لحضرتك طيب وعلى كل حال إحنا لازم ناخد علاجنا طب هقول لحضرتك هو معك هو هيفهمك أكتر مني أنا محتاجة رقمك ضروري يا دكتور حاضر وهو معك حسن اتفضل ألو سام عليكم إزاي حضرتك يا فاند؟ إزاي حضرتك يا فاند؟ ما يخبرك؟ الله يكرمك يا أمر أنت طبعا بيحصل لك بيحصل لك ساعات كده هو هو أنا منصاب من عام 2015 نعم بالطرابة جدانية صناء القد صناء القد باي بولر باي بولر تمام المهم يعني هو في المعنى العام على فكرة سيد حسام في بعض الناس أحد الطرق في التعامل مع المسألة دي إن أنت التعامل معها لإنه حاجة يعني حاجة لطيفة إن أنت تكون حزين أو هو المستوى الثالث إن تبقى حزين أو وبعدين تبقى فرحان أوي فيحس إنه حصل له كأنه حصل له دماغ يعني بذلك لو هو بمرة واحدة تلاقيك بتتكلم لما الأعمالات فك كده تلاقيك بتتكلم بسرعة بسرعة عاوز عاوز تتكلم ما تنزلش من البيت والكلام ده كله والدتي تقول لي تخاف علي تقول لي ما تتكلمش بسرعة كده أو تدم معنونات دي لحد وعلى فكرة أنا أقول له حاجة حاجة أنا ليا باكراوند إن أنا كنت إن إنسان مصقف ومعي لغتين تمام باين على حضرتك يا سيد حسام نعم باين على حضرتك بس خلينا أقول لك يا سيد حسام أنا بس عاوز أقول لحليك المفاد هو المشكلة بس إن أنا يعني كنت طايع والدي في كل شي تمام أنا لو ما كنتش أنزل أصلي كنت ببضرب ضرب وحش جدا تمام من سن سبع سنين وتمان سنين لدرجة إن أنا ما بقيت أروح الولد موجود ولا مش موجود الولد موجود بس مش جنبي يعني هو موجود على قيد الحيارة وطبعا هو مش معتارف هو ده بقى عارف أنا كنت لسه أقول لك مش شايفه أحد أهم طرق العلاج عارف بس إحنا في حياتنا عارف عندنا مفهوم كده زي مفهوم الأزى اللي طول ما فيه حد أزاك وهو قدامك بيبقى العلاج إن ده على الأقل يعني ترف إن هو أزاك على الأقل إن هو يعمل كده ولذلك إن كلامي دلوقتي لحاجة محسام حاولي بطريقة أو بأخرى طب أقول لك حاجة خلي زوج حضرتك يسمعني يسمعني وإن اللي عمله ده حرام اللي عمله ده إثن اللي عمله ده بيخلي حسام لي حق عليه والذنوب المتعلقة بمظالم العباد لا تغفر إلا بأن يسامح العباد في حقهم فهو إذا كان راجل حريص على دير ربنا وحريص على الطاعة لازم يروح يجبر خاطر حسام يقول له إن أنا عملت كده وأنا غير مدرك إن ده حرام فساعدني إن أنا ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي الكلام اللي بقوله لك ده يا أبو حسام لو عملته عتنال إن شاء الله السعادة في الدنيا والآخرة بدل ما انت شائل على كتفك حد حياته قدامه خلاص وقفة جزء من العلاج اعترافك أنت بإن أنت اللي عملته ده كان أزى فاتق الله سبحانه وتعالى في نفسك وتذكر حديث رسول الله إيه؟ وعلى فكرة دي من مجايب بقى التشدد ومن مجايب التدين الكمي ده اللي بيعملوه في الناس ذلك الشعور اللي بيبقى عند الأبناء إنه إن إحنا مجرد آلة عشان أنت تتدين ربنا فينا حتى ولا كانت الآلة دي عد بوز وتهلك فعشان كده نتق الله سبحانه وتعالى واعلم أن من أعظم الإثم أن يضيع الرجل من يعود وعايز ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك ويوسع عليك ويخرجك حتى لأننا متصور إن حسان ممكن جزء من أجزاء وإن هو سرى إليه الاكتئاب من حضرتك عايز ربنا يعفو عنك ويوسع عليك راضي حسان وقوله إن انت أذيته وإن انت بتتوب إلى الله سبحانه وتعالى وإن انت تقف جنبه لغاية ما يخرج من أزمته لو عايز تنول فعلا شرف إن انت من الأوابين ومن التوابين وتكون في الخير حضرت النبي قال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون عايز تبقى من خير الناس توب وحاول يتخلي حسام يسمحك في اللي انت عملته فيه